السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة من دورة الأجهزة الدقيقة النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الحرارة الحرارة هي شكل من أشكال الطاقة يصاحبها حركة الزارات والجزيئات المكونة للمادة والحرارة شأنها شأن باقي أشكال الطاقة يتم تولدها من مصادر عدة مثل التفاعلات الكيميائية والتفاعلات النووية والإشعاع الكهرومغناطيسي والحركة درجة الحرارة هي مقياس يمثل كمية الطاقة الحرارية المختزنة في جسم معين وهي تشير أيضا إلى مدى برودة ذلك الجسم أو مدى سخونته ومن المعروف أن الطاقة الحرارية تنتقل من الجسم الأسخن إلى الجسم الأبرد حتى يتعادل الجسمان في كمية الحرارة المختزنة في كل منهما والذي يحدد اتجاه انتقال الحرارة بهذا الشكل هو درجة الحرارة انتقال الحرارة تنتقل جزيئات الحرارة بين الأجسام بطرق مختلفة ومنها الإشعاع إحدى طرق نقل الحرارة دون استخدام وسط ناقل أي في الفراغ ومن أشهر الأمثلة على عملية الإشعاع انتقال الأشعاع من الشمس إلى الأرض ويكون الإشعاع على شكل موجات كهرومغناطيسية كالضوء والأشعاع تحت الحمراء التوصيل إحدى طرق انتقال الحرارة في المواد السائلة والصلبة والغازية باستخدام وسط ناقل الحمل إحدى طرق انتقال الحرارة في المواد السائلة والغازية فقط فعندما تسخن الغازات أو السوائل فإنها تتمدد وتقل كسافتها فتنتقل إلى أعلى وفي حالة انقفاض درجة حرارة الغازات أو السوائل فإن كسافتها تزيد وتنتقل إلى أسفل زي بالضبط التلاجة المنزلية السلاجة المنزلية الفريزر بيكون بأعلى في أعلى الهوى بيبرد وبينتقل إلى أسفل والهوى الساخن بتكون كسافته أقل بيطلع أعلى التلاجة أو غلايل المياه المياه السخنة بتطلع لأعلى نظرا لقلة كسافتها والمياه البرداء بتنزل أسفل الغلائي متمنى تكون الحلقة أعجبتكم وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة